بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم عن القسمة قول أوقت ناتج قسمة 92 قسمة 3 هذا العدد نسمى المخصوم وهذا المخصوم عليه وهناك يكون الناتج طيب نبدأ بالعدد الأول اللي هو التسعة نبدأ بالتسعة هذه نأتي إلى جهور الضرب حق الثلاثة نشوف النواة هنا أين التسعة وهي باللون الأسود التسعة هذه التسعة من الذي نأتي إلى جهر الثلاثة؟ أكثر فبعدًا يجب أن نأتي إلى جهر الثلاثة هذه نكتبه فوق والتسعة نكتبه التي أحسنا على ثلاثة هذه هي اللون الأزرق فوق والتسعة البلون الأسود نكتبه وين؟ تحت تحت هذه طفل، نهجود الأسود؛ التسعة تسعة طرح التسعة الناتج Jefferson تسعة طرح التسعة النادي صفر ننزل العدد اثنين ننزلنا الاثنين اثنين قسمة ثلاثة ما تقبل لانه الاثنين اصغر من الثلاثة وهنا الاثنين غير موجودة اذا نقول فيها صفر والصفر وصفر ضرب صفر ضرب ثلاثة اضطينا صفر نطرح اثنين اذا خلاص الناتج هو هذا الناتج وهو ثلاثين والباقي على الباقي اللي هو كم اثنين الباقي ساعة اثنين طيب تقول واحد ثمانين قسمة ثلاثة نأتي الى عدد ثمانية الثمانية موجودة هنا لا لكنها موجودة ما بين عددين هما الستة والتسعة موجودة هنا بين عددين بين الستة والتسعة اذا نأخذ الستة ما نقول تسعة التسعة اكبر من الثمانية اذا نقول من وين جاءت الستة جاءت من اثنين ضرب ثلاثة اذا نأخذ الاثنين باللون الازرق نكتبها هنا ونكتب الستة تحت لانه ضربنا هنضرب بعدين لستة هنا لانه ضربنا اثنين في ثلاثة ستة اثنين ضرب ثلاثة او ثلاثة اثنين ساوي ستة ونطرح الان ثمانية طرحي الستة اللي هي كم؟ اثنين ننزل العدد واحد صارت واحد علي عشرين واحد عشرين مصر الثلاثة كنت نأتيهир أقر بالضرب حك ثلاثة أين الواحد عشرين؟ الواحد عشرين هنا في اللعن الاسود كنتون Historون التطلب بجدول الثلاثة جاءت الواحد عشرين الآن معين جاءت الذي؟ من السبعة ضرب ال�ثلاثة نجم نقول السبعة هذا نكتم задач기는 السبعة الوقت والاقرالiron في التحت هذه اللعن الناسود ونطرح ليه لقلنا 21 لانه 7 في 3 21 الناتق صفر صفر طرح ورحنا 1 طرح 2 طرحي 2 صفر اذا الناتق هو 27 طيب نشوف الان السؤال اخر هنا عندنا العملية تلك قسمة المقولة عندنا هذا المقصوم وهذا المقصوم عليه وهنا بنظر ناتق القسمة واخر الشيء هنا اللي هو الباقي اللي هو دائما اقل من المقصوم عليه نبدأ بالعدد هذه نول نأخذ التسعة تسعة تقسيم الثلاثة نأتي الى جذول ثلاثة التسعة منين جاب ثلاثة في ثلاثة نقول الثلاثة نأخذ الثلاثة هذه الثلاثة هنا وثلاثة برب ثلاثة اللي هي كانت تسعة نكتب التسعة باللون الاسود ونطرح تسعة طرح تسعة صفر ننزل الواحد واحد قسم الثلاثة ما يقبل لأن الواحد أصغر من الثلاثة إذا نقول فيها صفر ما يقول معناها صفر صفر ضرب ثلاثة تعطينا صفر نقص يكون كم واحد ننزل الثلاثة هذه صفر الثلاثة هنا صفر الثلاثة نرى الثلاثة الثلاثة هنا ثلاثة تقع ثلاثة في الواحد نكتب الأربعة باللون الأزرق ونضرب أربعة في ثلاثة أربعة في ثلاثة وهي اتناعش ونطرح ثلاثة طرح اثنين وهي واحد واحد نقص واحد صحيح هذا هو الباقي واحد أصغر من الثلاثة لا يمكن أن نقول هذا الباقي والناتج يكون ثلاثمية وأربعة إذا ضربنا ثلاثمية وأربعة في ثلاثة ثلاثمية وأربعة في ثلاثة الناتج ثلاثمية وأربعة ضرب ثلاثة ثلاثة في أربعة وثلاثة ثلاثة في أربعة وثلاثة ثلاثة في صفر صفر زائد واحد اللي هي واحد ثلاثة في ثلاثة تسعة تسعمية وثلاثة نجد على الواحد تبدأ اللي هي زايداً واحد أي الساوية تسعة واحد تسعمية وارتعاش قد يسأل أحد هنا عند الواحد الأول قلنا واحد حطيناه واحد ما يقبل القسم على ثلاثة إذن نقول فيها الصفر صفر في ثلاثة لما قلنا نوقف هنا لأنه في عدد بعد الواحد في الثلاثة إذن نقوم بإمكاننا الثلاثة لأنه فيها الثلاثة لأنه فيها الثلاثة لأنه فيها الثلاثة لأنها 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 فيها الثلاثة